النهاردة ريدا سليم وصل عشان ينضم للنادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي فاز على الداخلية 2-0 وصعد ليه ربع نهائي كأس بس تبدأ بريدا سليم ولا بالاهلي والداخلية نبدأ باللتنين مع بعض الاتنين مع بعض حلوة انت فاهمت شاطر فضل النادي الاهلي النهاردة كريم احنا تكلمنا على تجديد الدوافع الراجل عنده مشكلة في خلق دوافع جديدة اللي ايبقى خلاص ارهاقة ذهنية جدا الناس دايما بتتكلم على قصة التدوير التدوير انا اقدر اعالج به المشكلة الفيزيائية المشكلة الجسدية الارهاق العضلات اللي عنده اللعيب من خلال عمل عملية التدوير لكن الارهاق الذهني وخلق دوافع جديدة وفقدان الشغف بعد موسم طويل جدا كان ناجح جدا للنادي الاهلي هذه الازمة اللي بتواجه كولر وهو بيجهز لعبته الاخر مبارتين 3 فلسيز عشان كده شكنا تراجع نوعا ما مش بس على صعيد بسبب الروتيشن كمان اللعبة مش قادرة نفسيا وذهنيا مش قادرين يجب ان تاخد اجازة تبت عن الكرة تماما ونسى عشان تفهم فرق كبير ما بين الراحة السلبية وما بين الروتيشن الروتيشن العيبة تديه يوم أو يومين بروح يزور قرائبه أو بيعد بدون تمرين لكن الراحة السلبية هو يبعد تماما عن القرة لفترة تماما بين المسامين على القل ما تقلش عن أسبوعين برا الناس بتعدي شهر شهر ونص راحة سلبية وبعدين شهر عبارة عن بري سيزن أو معسكر إعدادي الموسم هنا بتتكلم بسبب ضغط المباراة وضغط المواسم بتتكلم عن الأقل اللعيب يبعد أسبوعين عن الكرة تمام ده لسه مش متوفر الهالي بيحاول ينهي الموسم وهو لسه رجليه في الملعب في كل البطولات فاس بكل البطولات الممكنة في الموسم الماضي وكمان بيحاول يكمل في البطولة المكملة مع الموسم اللي جاي بطولة الكاس فالراجل داخل المنارضة ويدرسالها لكل اللعبين داخل المباراة بفول سكواد والفول لين اوب أو التشكيل الأساسي اللي بيعتمد عليه غياب وحيد وهو غياب اضطراري بسبب الإيقاط محمد عبد من المدونة ذلك الراجل بدء بالتشكيل كاملا نربطه ده بقى بريدة سليم ولازالت الأزمة بتاعة القرارات وإنهاء الهجمات الأهل نهاردة كالعادة مستحوظ على الكرة طولا وعرضا بيخلق بشكل عظيم جدا فرص كتير لكن تبقى الأزمة هي الحدة وحسن القرار اتخاذ القرارات بيبقى واقف على حكتين الحدة وانا باخد القرار اتنين الرؤية لو انا مش القرار بتاعي ان انا سجل بيبقى محتاج الرؤية تكون مختلفة خلينا نربط لك ده يمكن شوية نربط ده للناس بانه نهاردة ريدا سليم فرد جادة لهو العب لسا واصل لسا لم ينضم رسميا لانه دي الأهل سيعمل الكشف طبي بكرا ان شاء الله وصل رسميا للاندوام للأهل لكنه لم ينضم لو ريدا سليم نهاردة موجود بالمناسبة كان معي الموديل الفني للجيش الملكي من شوية مش عايب سمعت الملكة قالك انهو 40% من قوة الجيش الملكي هو ريدا سليم شايفينش شككت في ريدا سليم يا كريم ما قدمه ريدا سليم الموسم الحالي الموسم الحالي جمهور الجيش الملكي بالنسبة له ونشبه الاعجاز بتتكلم على فريق بعيد في الألفية كلها عن كل البطلات رغم ان الجيش الملكي فريق كبير عنده ألقاب كتير جدا لكن اخر لقب اخياده من 20 سنة فبتتكلم على انه مع رفاقه مع رفاقه محمد حرايمات وحمدان وكل المجموعة اللي موجودة في الجيش الملكي ريدا سليم قدم سيزن وحمزة اجمن وكل المجموعة بتاعت الجيش ماكي قدمه سيزن كبير جدا لكن ريدا سليم تحديدا كان ده من هو الحل خاصة في المباراة الكبيرة وده نقطة مهمة جدا بالنسبة للجمهور الاهلي الاهلي بيحتاج اللعيب الكبير يظهر في المباراة الكبيرة فيه مباراة انا عندي لعيب واثنين وثلاثة وفيه فرق مستوى كبير في المباراة اللي في المتناول مشكلتي كلها في المباراة اللي بتلعب على تفاصيل بسيطة وجزئيات بسيطة محتاج الشخصية لعيب بلعب تحت ضغط كل ملعب المغربي احنا كنا موجودين في المغربة كريمة كل الفرق عندها جماهير كبيرة جدا 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 جيش الملكي عنده جمهور كبير جدا في الرباط الرجاء المغربي الوداد كل الفرق بركان عنده جماهير كبيرة جداً في بركان في كل المرات فتعال نروح تعرق قالولي دلوقتي الوقت يداهمنا يلا يداهمنا من بدر يعني بس قلت أمين يعني ماشي فخلينا نشوف نهاردة القرارات اللي كانت بتاخد وكان فيها مشكلة خلينا نشوف دي واحدة من القرارات وقبل بس وقف هنا وقبل ما نروح لده أنا هنا مش بكلم على سوء القرار بتاعة تاو ولا قلة الجودة بتاعة تاو لكن خلينا أقول لك أنه بيرسي تاو والناس كان بتسأل ليه ريدا سليم وشرحنا الحلقة اللي فاتت إزاي يلعب ريدا سليم وتاولي اتنين في الملعب ليه هنا في القصة دي دايماً تاوب موجودة على ناحية اليمينة كريم رجلي الشمال هي اللي جوه الملعب فالقرار بالنسبة له الأسهل أنه يشتغل برجل الشمال دايماً سواء في المراوغة أو أنه يسجل مباشرة الحدة بقى بتاعت ريدا ويريالك بعد شوية بص الكرة دي والقرار بتاعة تاو كان فيها ايه والقرار الصح كان ايه وهو بيستلم هنا كان ممكن يغمزها من فوق رجلين الحارس علشان الكرة تروح مباشرة في المارب وماشي هنا ماشي كمان بنفس الزاوية بزاوية اصعب كمان بص القرار بتاعدها يكون ايه القرار بتاعدها نحطها راجع تاني راجع تاني رجع تاني راجع تاني رجع تاني رجع تاني لا لا رجع 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 لا تبقى تريدا سليمين القبل دي ايوا ايوا رجع هنا بقى من اولها من قبلول راجل يطلع كرة بالرجل الراجل يستلم ويطلع ويبتري يحمي يبتري يحمي كرة برجليه الشمال لان رجليه مين هو اللي هيستخدمها كمل بقى امشي القدين خلاص يلا بينا هتلاق الراجل بيحمي كرة برجليه الشمال يا كريم علشان المدافع مقدموش حل ياخد رجله يكمل لان رجليه مين هي اللي هناك واقف هين واقف هين واقف هين بص استنى الحارسة كريم لما نزل وراح اتطاقله برجل اليمين على السابتة بتاع الحارس كمل وماشاه فريم فريم كمل كمان بص توقف هين بص هكريم هو استنى لما نزل وراح اتطاله في الزو Maria winter برجل اليمين حدة القرار وجودة القرار بنتكلم على المواقف المشابهة لو الرجل موجود كان قراره بعمل ازاي تاني ده لا يقلل أبدا من ته واحد من أفضل اللاعبين داخل القرى وواحد من أفضل اللاعبين في موسم الأهل الاستثناء للموسم الحالي يلا اللي بعديها هنا اتكلمنا على الحد احنا جاي من واقف وليلا علشان الوقت هنا هنتكلم على الدول عشان يبقوا معايا هو جمال بيصير السؤال بيصير عاملة ازاي ماذا لو ريدا سليم كان موجود في مباراة الأهل والداخلية النهاردة مثلا يعني حاجة خيالية بس هي برضو عشان يعرف يربط بيها وعشان الناس تفهم هو الرجل ده موجود جاي ليه غير الجودة طبعا الجودة اتكلمنا عليها تفصليا الحلقة اللي فات لكن غير الجودة الممتازة بتاعت ريدا سليم والموسم الاستثناء وبالمناسبة ما بين قوسيني ريدا سليم مش بس هو بيحقق لقب غائب جدا عن الجيش الملكي ريدا سليم نفسه في موسم 2020 بعد ما كان مصعد بقاله موسم واحد مع الجيش الملكي هو كان أفضل لاعب شاب في الدور المغربي 2020 بعد ثلاث سنين بيصبح أفضل لاعب في الدور المغربي بالكامل مش بس على صعيد الفئات السنية لا على صعيد الفرق الأولى في المغرب فبتكلم هنا خلي بالك على استمرارية لللاعب والعطاء يلا كمل لي هنا واربط لك دي بالفيجن احنا قلنا حدة القرار والجودة بتاعت القرار نفسه في الفينيشنج وهنا بتكلم عليه وقف هنا وقف ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني وارجع تاني بص هنا حسين لما دخل الفيجن لو هو شايف اللعيب اللي رايح بالمواجهة يعني هنا واقف كهراء واقف بالجنب جايله من وراء ديانج ممكن يقطع عليه اللعيب اللي في وسط المرعب بتاع الداخلية لكن اللعيب الوحيد اللي رايح بوشه وهيروح انفراد مباشرة لو تحط واخر لعيب في ناحية اليومين في اخر الكادر هو بيرسي تاو كمل وهتلاقى هو اخد القرار اه كهراء بتصرفها بشكل جيد وشالة محمد مجدي بشكل ممتاز بعد التصويبه لكن القرار الاولاني بتاع حسين او حتى بتاع الكهربا كان ممكن يستند بطن رجل ودي تاو انفراد من اللعبة الاولى طب تعالوا يوريك لما تحط في نفس الموقف برضو بنفس الشكل رضا سليم عمل ايه ودي هجمة مرتدة الرجل كان ممكن هو اللي يكمل كان ممكن يدخل يدوس حطاء للعيب الاسهل وقف هنا وقف هنا لا ارجع ارجع تاني معليش فريم ارجع تاني معليش فريم فريم واحد وقبل ما تطلع من رجل القرار الاسهل القرار الاسهل زي محسين عمل القرار السهل يحطها هنا الحمزة اجمل انفراد مين حمزة اجمل اللعيب الاولاني من جيش الملكة وطلع معا اثنين اللعيب في واحد جاي عليه شهده سورة مضلمة شوية اللي هتروح له الكرة بعد كده وفي اللعيب القرائب كان الاسهل يحطها للعيب القرائب لكن الفيجن خلاه يروح للعيب اللي عنده المساحة ربط المساحة يا كريم بالتحرك بتاع زميله بالرؤية بدقة الباص لان اهم حاجة في القصة كلها دقة الباص كمل بقى فريم كمان 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 بص الراجل الراجل علقها للراجل وهو رايح بالمواجهة هدف القرار والرؤية يساوي هدف لانك انت وديت اللعيب منه للحارس ما حطتش احتمالات ان المدافع يرجع يقفل مع اللعيب القريب ما حطتش احتمالات ان اللعيب يرجع ويقطع الكرة انت علقتها في المساحة فانت هنا ربطت مساحة بتحرك والكرة بتلعب على المساحة والتحرك والضق فالراجل ربطت تلاتة ببعض بباص واحد وده فمن هنا خلينا اقول لك يا كريم احنا طبعا الكرات دي قررت راجل قرارها على مدار الموسم مرة واثنين وتلاتة قبل ما تعرض دول مرة واثنين وتلاتة فان هنا بقولك جايب لك مسال ومسال اقول لك هو الراجل جاي يعمل ايه الراجل جاي ومثل اي اضافة لفريق النادي الاهلي هنا كمان بتكلم على الكرات السابتة بقى نربطها على مدار الموسم كمل استخدام الراجل لكرات السابتة وبالنسبة الاهل استقبل هدف الموسم الحالة امام للسوداني من نفس الزاوية دي الكرة دي قررت سنة دي اربع مرات كريم الراجل سجل منها من كرات سابتة وكرات روكنية بنفس الشكل بالقدم اليومنا بنفس الطريقة لا رجع رجع واحدة واحدة رجع لي على اللي فاتت على اللي فاتت الكرات السابتة يا كريم سلاح مهم جدا عند ريدا سليم ودي كانت من الحاجات الغير مستقدمة عند النادي الاقلي في الموسم ده تحديدا والموسم اللي قابله استخدام الراجل الكرات السابتة ممتاز اربع كرات تم تسجيلها بشكل مباشر سواء روكنيات او كرات حوالين الـ 18 الانهاء جودة الانهاء نرجع تاني الجودة الانهاء يكمل يكملها على عدلاتها عادي جدا جودة الانهاء بتاعدها سليم والبنتريشن اللي دايما كولر بيحبه في الجناح انه يعمل بنتريشن ويخش والانهاء يكون بشكل دقيق كرة اللي بعدها نفس الزاوية الدايئة الراجل بالقدم اليومنا برضو بحطاف اقصى الزاوية البعيدة للحارب